أعلنت الحكومة أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على استدامة المالية المطلوبة من أجل التوسع في تطبيق المنظومة الجديدة لنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تدريجيا هذا وقال وزير المالية محمد معيد هناك تكليفا رئاسيا باستدامة تدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل إلى جانب مد مضلة رعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة خلال عشر سنوات ذلك بما يساعد في النهوض بالقطاع الصحي وتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستقد وتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يشمل تحسين خدمات رعاية الصحية